ينضم إلينا من عمان مهندس أحمد تركي عبيدات الخبير وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات بعد التحية سيدي كيف يمكن الاستفادة من الانترنت الفضائي في مجالات نافعة للبشر؟ أولا الانترنت الفضائي حاليا في عملية التطوير وأول من قاوم به شركة سبيس اكس أو ستارلينك لإيلون ماسك حاليا نحن نعلم جميعا أن هناك تقريبا ما يعادل ثلاثة مليار بني آدم لا يستخدمون الانترنت في العالم فالفكرة من الانترنت الفضائي هو الوصول هذه الفئة من الناس في الدول النامية والدول النائية إلى استخدام الانترنت وكما نعلم جميعا في ظهور الثورة الصناعية الرابعة الثورة الرقمية أصبحت جميع الوظائف تنتقل إلى العالم الافتراضي أو العالم الإلكتروني فالتراكمات التي عانت من هذه الدول خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة بعدم استخدام الانترنت أو التكنولوجيا في حياة اليومية سوف تشكل لهم صدمة ثقافية في الثورة الصناعية الرابعة ولكن الانترنت الفضاء الذي سوف نشهد في عام 2027 منظومة أقمار صناعية كاملة تتكوم 12 ألف قمر صناعية سوف تبث الانترنت عبر الفضاء إلى جميع سكان الكرة الأرضية وسوف تساهم إسهاما كاملا في إدخال هذه الفئة من السكان الكراضية في عمل التجارة الإلكترونية ونشر المعرفة والتعليم الإلكتروني الذي يعتبر مستقبل التعليم في العالم ماذا بالنسبة لثلاثة مليارات الباقية التي ذكرتها حضرتك التي لا تتمتع بالتكنولوجيا أو ليس لها علاقة بالتطور التكنولوجي؟ بالنسبة لثلاثة مليارات حاليا هذه ثلاثة مليارات تتوزع على البلدان النامية والبلدان التي لم تواكب الثورة الصناعية الثالثة والثانية يجب أن نهتم اهتماما كاملا بالبنية التحتية لهذه الدول والبنية التحتية التعليمية لهذه الدول لجالهم يواكبون الثورة الصناعية الرابعة ونعطاهم الدخول اللازم للإنترنت ليواكبوا المعرفة اللازمة والتعليم الإلكتروني المنبثق فالإنترنت الفضائي سوف يعتبر أهم وأكبر العوامل الأساسية لجال هذه الدول في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والثروة الرقمية طيب ماذا عن المخاوف الأمنية التي تثير حفيظة بعض الحكومات؟ هناك مخاوف أمنية بلا شك لأن الإنترنت الفضائي هو مملوك لبعض الشركات العالمية في أمريكا مثل كشركة ستارلينك لإيلون ماسك وشركة أمازون وونويب الذين يتنافسون على الإنترنت الفضائي لكن ماذا تفرق هذه التكنولوجيا عن التكنولوجيا القديمة في نشر الإنترنت؟ هذه التكنولوجيا صعب أن تتحكم الدول في استخدام الإنترنت لديها لأن اتصال المستهلك سوف يكون مباشرة في الأكمار الصناعية فليس هناك سيطرة على البيانات المتنقلة بين المستخدم النهائي والمزود ولكن السيطرة على الكاميرا سوف تكون في أيدي الشركات الأمريكية العملاقة بالإضافة إلى سهولة اختراق هذه الأكمار الصناعية واستخدام البيانات المستخدم النهائي إلى أغراض خاصة أو أغراض عامة بشكل محدد الدولة هناك مخاوف أخرى أستاذي مخاوف البعض من تأثر الصناعات الصغيرة من هذه التقنية الجديدة بلا شك ولكن السبب الأساسي لتأثر الصناعات الصغيرة هو ليس الإنترنت الفضاء أما هو الثورة الصناعية الرابعة الثورة الرقمية الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وطباعة الثورة الأبعاد والعالم الإفتراضي هي السبب الأساسي في تأثر الصناعات الصغيرة أو الصناعات القديمة ولكن العالم يتجه نحو الثورة الصناعية الرابعة ولا شك أن هذه العوامل أثرت في السكان الأرضية في خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية والثارثة أي أن اكتشاف الآلة في الثورة الصناعية الأولى أدى لتقريص عدد الأيد العاملة إلى النصف تقريبا ولكن مع امتداد الثورة سوف تتفوق الإيجابيات وإذن الله على السببية لكن مع هذا التطور صحيح وكثير من المجالات استفادت من هذا التطور الصناعي والتكنولوجي لكن هناك أيضا تطور المجالات الإرهابية فضاء الإنترنت أصبح ساحة لتدريب على الإرهاب بكافة أشكاله بما في ذلك صنع الألغام وتفجرات كيف يمكن السيطرة هنا على هذه المواقع إقليميا ودوليا كيف للحكومات أن تكافح ذلك كما نعلم أن الإنترنت الفضائي ما زال في بداياته والتكنولوجيا الذي يستخدمها في الإنترنت الفضائي ما زالت بداية بالنسبة إلى مجاله ونشاهد تطورا كبيرا في السايبر سيكوريتي بالنسبة للإنترنت الفضائي مع الأيام ومع السنين القادمة ولكن شركة ستارلينك أو سبيس إكس مع بعضهما يحاولون إلى إيجاد حلول لزيادة الحماية والأمن السيبراني في الإنترنت الفضائي ولكن حاليا في 2019 لم تظهر أي حلول جذرية لحل مشكلة الحماية والأمن السيبراني لإنترنت الفضائي أحمد المهندس أحمد تركي عبيدات خبير ذكاء الاستراعي وتكنولوجيا المعلومات شكرا جزيلا لك كنت معنا من عمالنا شكرا جزيلا لك